أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد المالكة همية الدور المعول على مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في مساعدة مؤسسات التعليم العالية اليمنية على التطور والتميز بما يضمن ممارسات جيدة تؤهلها للاعتماد الأكاديمي على المستوى الوطني والدولي جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عادا اجتماعا لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي بعد إعادة تشكيله حيث جرى مناقشة تولويات العمل في تنفيذ المهام المناطة بالمجلس وتطوير البناء التنظيمي والأدوات التنفيذية للمجلس بالاستفادة من التجارب الأقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال وشدد الدكتور معين عبد الملك على ضرورة العمل بشكل فاعل على تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي ومساعدتها على تطبيق نظم لضمان جودة فعالة تساعدها في تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي وتقديم استشارات نوعية في هذا الجانب وبشراكات وطنية وإقليمية ودولية مؤكدا التزام الحكومة ودعمها الكامل للمجلس بما يمكنه من القيام بدوره في تطوير جودة التعليم العالي وتأهيل مؤسسات التعليم العالي للاعتماد الأكاديمي على المستوى الوطني والدولي وإيجاد شراكات فاعلة بين المجلس ومؤسسات التعليم العالي ونظرائه عربيا ودوليا ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية المجلس في رفض قطاع التعليم ورفع معايير الجودة لتحقيق الرؤية والأهداف الوطنية المتعلقة بجودة التعليم والمؤامة مع هيئات ضمان الجودة والتعاون معها وكذا التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال ضمان جودة التعليم وتعزيزها وقال مناطبكم مراجعة وترتيب البنية المؤسسية والإدارية التي يحتاجها المجلس وتمكنه من تحقيق مستويات الأداء المرغوبة وفقا للتوجهات المرسومة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي حضر الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد الوصابي ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة اشتركوا في القناة